سلام عليكم البنات والأمهات دي ولي كديري ينلبس عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا باخر وعلى خير ولقاكم الفيديو ديالي باحسن الاحوال يا ربي معا فيديو جديد وهناي البنات انا وصاحبتي خرجنا القوتي هكيا الجردة واحد القوتي واحد النهاردة زغزال وجدت هي شهيوات وانا وجدت هكيا شهيوات ديالي وتجمعنا هكا ودرنا واحد القوتي الوليدات في الطبيعة رائعة البنات بحال هذه الخريجات هادو كيجي وزوي ونين ودبادية الوقيتة فنخرجوا الوليدات كيقنطوا غاي قاسين في الدار فاتفقنا وخرجناهم ونشارك معاكم هاتشيوات اللي خرجت معايا واحد الكيك بواحد الكريمة اللي كتجي خطيرة ما تشبعوش منا كيجي واحد الكيك معلك لديد بزاف بزاف الكريمة اللي فيه خطيرة البنات جربوات ولي معتمدة عندكم ووجدت البنات هاد البريوش مالحته هو عجين اقتصادي وسهل كيوجد بالزربة وصاحبتي وجدت لينا كيك بالشوكولات وحريشات ولبس بوسات هكا يعليش كالحريشات صغار سوف يدينا هاتي والعاصير ودوزنا واحد الخريجة غذالة وقلت هكا ضرور ما نشارك معاكم هاتشيوات جو غذالين وحماقوا عليهم ويمخليكم على طريقة تحضير هادشيوات اول حاجة البنات غنبدا بها وهو البريوش المالح هنووجده معاكم هني كاس ديال الحليب يكون دافي وغنزيد معاه كاس ديال الماء دافي هنزيد هني لبنات ثلاثة المعالقة تكبار ديال نيدو حليب غبرة تقدروا تستغنو عليهم إلا ما بغيتوش معالقة كبيرة ديال خميرة الخبز و معالقة كبيرة ديال سكار سانيدة هنخلطوا هاتشيو كامل مزيان مزيان حتى كي نساجم وغنزيد نصف كاس ديال الزيت سوف نخلط هكا الزيت معاهم وهناي البنات غنضيف دقيق دقيق نضيفه معاكم بالكاس ونقول لكم بضبط هزلية من كاس مهم راكم عارفين هذه العجينة المعتمدة عندي انا ديال البريوش المالح ولا الحلو غير كل مرة كنزيد حاجة مرة كننقص حاجة مهم غرب الكاس اللول وزيت معاها قبيصة ديال الملحة هنهي غرب الكاس الثاني في الأول هاتشيو كاس لا تقصوه لا يمكنكم كامل وخلطوا غب الفو وحده ونكملوا بالمعلقة الخشب هذا الكاس الثالث هو نغرب له الكاس الرابع ومهمية تقريبا لبنات الكيميه تهزلكم ما بين نص كيلو ما بين 600 كرام خمسة الكيسان وستة كيسان هنهي كاس الخامس كيف ما قد لكم خمسة الكيسان وستة الكيسان ستهزلكم هنغرب له ونكملوه ونكملوه ونجمعوه بالمعلقة الخشب فهذا المرحلة التي تبدأت تجمع سوف نكملوه بالمعلقة الخشب هنا يبنت ليه بقى خفيفة فنزيد لي هاد دقيق هاد الكاسيتس هنزيد غين نص ديالو ما نديروه كامل ونشوف هاد القياس هاد البريوش ما كي يكونش خفيف بزاف كي يكون شاد شوية راسه لانا هنشكلوه على شكل فطائر هكال شكل ببيتزا مهم صافي كميه ديال العجينه هزات لي السات الكيسان تقربين 600 جرام هاد الديال دقيق صافي هنا غندخل هاد الكميه ديال دقيق صافي غنحيد لانا العجينه كتكون شوية شاد دفراسه فتقدروا تكملوها غير ويديكم حييت المعلقة الخشب وغنكمل جميع العجينه غي بيديك في مشتوخه هي كتلص قبل يديه وليك يرم جموعه وشاد دفراسه صافي غيك نجمعها ما كدلكوه هم اوال وغيك تجمع لكم هكاية صافي هنا غنضير يدي فيها شوية ديال زيج وغادي نجمعها غدا نغطيها البنات كديرو على شي منديل وليس سلوفا وكتخليوها تخمر ضروري غنخليوها تخمر حتى كي تتبالينا طلعات واضعف الحجم ديالها وعدا ندوز نشكلوه هنا أنا خليها تخمر وغادي ندوز نوجد الحشوة اللي غنعمر به هاد البريوش هذا وتقدروا اي حشوة بغيتو توفرت لكم تديروها انا نديرها هكا سدر ديال الدجاج هنا في مقيلة ندير شوية ديال زيت الرومية ونديرها هكا يجوج بصيلة صغار مقطعين رقاق ولابسي لوحدة كبيرة لدرقيقة نشحر هذه البصيلة شوية حتى كالدبال ونزيد هنا في الفلاء الوان حمراء خضراء مقطع شريطر الارقاق هكا شرائح ارقاق نديرها شوية غيتها هي الدبال شوية مع البصلة كيف مشتو غي كطيح وكنزيد صدر ديال الدجاج الكيمياء اللي بغيتو هنا صدر الدجاج قطعتو على شكل هكا شرائح طويلة بحلفلفلة سوف يزيد تمليحها ليبزار سكين جبير كتوفيو شوية سكين جبير كتعرفوا الدجاج الخرقهم التحميرها كمعلقة صغيرة وهنا بودرة ديال التوم تقدروا تعوضوها بفص ديال التومة كبير ووزعتر هنه الزعتر هنه الزعتر تقدروا تعودوه بمعد نوس غي هو الزعتر كيعطي مادا قزوين سوفي غنشحر دجاج مزيان حتي طيب مع هات التوابيل سوف نخلي هكا العمارة ديالي تبرد في الجنب وغندوز العجينة را خمرات طلعات كيف مشتو كنخوضها هكا واحد شوية ديال الدقيق اللي غنعاون بيه باش متل الصقش انتم مشوفوا العجينة ناجحة تقدروا تشكلو بها اللي بغيتو هاد العجينة تدروها بيتزاد بريوش إذا كنتو هاد البريوش اللي بنات غتديروها مرحلو غادي تزيدو السكر سانيدة أنا درت غير معي لقى واحدة ديال السكر ومعي لقى صغيرة ديال الملحة إذا كنتو غتديروه حلو كتديرو نسكاز ديال سكر سانيدة صافي كيف مشتو خويت العجينة من اللي هو اللي فيها قطعتها هكا ونشكل هاد الكيمية ديال العجينة اللي عندي كاملة قريصات وعدنا نرجع معاكم سافي هنا البنات بعد ما شكلتهم كاملين حطيتهم في الطاوة كناخدوه شي كاس هكا نديروه القاعدة هالو في الدقيق وكننضغطوه على العجينة مزيان 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 باش كنديروه ديال جوانب كي عطا واحد المنظر زوين هكا ديال جنيبات كيبقوا هكا من فوخة ونضغطو عليه هكا بالكاس ونفيدورا موضح لكم طريقة ساهلة وماللي كتديروه بالكاس كتعاونوه هكا شوية بسبع يديكم باش هذيك هذيك الجوانب كي تتراسه وكتتحفر لنا الداخل ديال العجينة مزيان مزيان ماللي كتديروه بالكاس عاودوا تراسي ودقوا جنيبات هكا بسبع يديكم واشكتتحفر مزيان ماللي بنفس الطريقة هاد ندير هكا حفيرات فهذه القريصات كاملة نشكلهم وعد غدي ندوز باش نعمرواه سافأ هنايه البنات كيف مشتوه بعد مشكلتهم كاملين خطيتي العمارة بعد ما بردت تتجي هتا العمارة اللي ديدة البنات كي يجي هكا شرائح ديال الفلفل طوالين باينين ودجاتحته كي يجي شرائح طويلة هاد الحشوها كتجي رحا وساهله البنات تقتروا تديروا موما ديغا كاا قطي راح تاقيرا هدل العمارة اللي عطيتكم انتم مو قا تديروا اللي بغيتو تقدروا تديرو غطون هاكا تفرشو شوية ديال الصوس ديال ما تقدروا التون طريفة الفلفلة والبصلة الزيت والفرمج وصفوا فطائر لشكل بيتزا إذا لديكم صدر الدجاج تستطيعون هذه العمارة مهم ذلك الذي توفر تقضيو بيه أهم شيء هي أنكم توجدوك حاجة ودوز وقززوين مهمة عندما عمرتهم كاملين نضيف شرائح الزيتون تستطيعون تستطيعون الزيتون تستطيعون الزيتون نضيف شرائح من فوق يجبون هذه الفطائر بحلقة بيتزا نضيف كاملين الزيتون بعد ذلك الزيتون نضيف الفرمج ونضيف الفرن سوف نضيف الفرن على درجة حرارة وسط نضيف حرارة ونضيف طوام نضيف جديدة نضيف البيض يجبون ونضيف خلال الزرار مخلطين من ملاحات القريش وراء الزرار مخلطين مع زرع الكتان وزنجلان بيض سوف نزين بهم جنيبه ونزين جنيبه كاملين وندخلهم الفراني هنا البنات بعد ما دخلتهم الفران كيف مجتوك نديرهم من الفوق وكتكون العافية عليهم من التحت طيب ديالهم عالي سوف نتحمرهم من التحت طيب ديالهم ونخرجهم ونجد الفطائر كاف الفران بينما طابوا ونجد معكم الكيك هنا البنات بالنسبة لكيكة سوف ندير جوج البيضات بحرارة المطبخ سوف نزيد عليهم قبيصة الملحة سوف نزيد عليهم ساشي الفاني وكاس اللارو بدي سكار ثانيدة سوف نطلع هذا البيض مع سكار مزيان حتى يتضاعف الحجم كيكة خفيفة وطالعة ضروري من هذه المرحلة سوف نضيف نصف كاس الزيت سوف نضيف نصف كاس الزيت سوف نضيف نصف كاس الزيت سوف نخلط مزيان الزيت حتى ينساجم سوف نضيف نضيف تنقل من المضاحة سوف نضيف نصف كاس الزيت من المضاحة سوف نصف كاس الزيت سوف نضيف نصف كاك يجربوا هذه الكيكة في هذه الطريقة التي تراجعتها مع الكوجات جيدة 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 ويجب أن نخلطوا ضانون مع المربة سوف نتطرها بالكهربائي ونكمل الغيب الفوي سوف نقوم بتقديم الكيكة هنا نقوم بتقديم الكاس الأول وسوف نقوم بتجوش خمارس من فئة 8 جرامة لبنات سوف نقوم بتجوش خمارس سوف نقوم بتجوش خمارس ونقوم بتجوش الخبرج ونقوم بتجوش خمارسة في الدخول الخبرج ونتحدث مجدد ونقوم بتجوش الخبرج لتطفى الفران من فران ونجلى قido فران كما تخلط على كما تهزلي قولة كيكة حسب نوعية دقيقة ونحضع أن يعجبهم các حياة ثم يزيد الأربع الخالطة المشتر مخفيف سوف يحرك بكثير حتى ينسى دقيق والخميرة سوف نخلق المول السنينات في الجناب سوف نخلق المول يخلق المهوية يجب أن تخبف خالط الكيكا و يجب أن تهبط و يبقى في الكيكا تهبط مهوية هذا هو أسرار من النجاح لكيكا و يجب أن أعطي تفاصيل لكي يجب أن تنجح معه بعد خالط المول خرجت البريوش من الفران و نقصت الفران و دخلت الكيكا و يجب أن نسقه في الكيكا نصف كاس كارسانيدا و نصف كاس الزيت و نصف كاس الحليب و نصف كاس الحليب ثلاثة المعلقات الكبار و الحليب مجفف و هو السر الكريم يجب أن نقص مكسور و لافطر بالكهرباء و نخلطه جيدا و تخلط البريوش من اللي تختار و تعقد و تقولي الكريمة تقيلة سيكون مباشرة أخويتها في الحفرة و تقطع المقطع و يمكنك أن تجب الكريمة و تخيلها في الحفرة و أردت الكيكا و نصف كيكا و تدهنوا الوجه كامل و كريمة و يمكننا التحقيق على شكلات يد من الفوق و في الحكاكة الغليدة و هنا كانوا عندي وحدة سوريزات هاك كايدك لكي نزينو بيهم الحلوة قطعتهم على جوج وغادي نزين بيهم هاد الكيكة البنات ما نقول لكم كاتجيل ديدا لديدة كاتتحمق كيجيل الكيك معلك بالماداق ديال الفريزة رائع أما البنات هاد الكريمة فكاتجيل ديدا لديدة خطيرة وكتوتى مع الماداق ديال الكيك كنتمنى من الله تجربوها غادي تعجبكم وهاكي نشجعكم هاكي حتى انتم ما توجدوا قوتي ولا وبشي حواج لي بساطين البنات ومتوفرين في كل بيت نوجدوا هاد الشي ونضروا خريجها هاكايا الطير موصفها هاتاي ولقهيوة ونخرجوا ده بكي كل جوزين بالخصص البنات لعشي حتى كي يبرد الحال كي كل جوراء يعديوا لقوتي هاكايا بالخصص لهاكي هتاكم هاكي شي جريدها ولا شي منتازه كي قلتوا فيه الوليدات يلعبوا فيه الوليدات فكي تجيل خريجها رائع مهم هادوا البنات الفطائر حتى هما جوراء يعين البنات جو محمرين وزبينين وهدي كل حشوة ديال الدجاج كي تجي فيهم الديدة كانتمنى ان شاء الله تجرب هم سهلين ماهلين احوي جلي سهلين في نفس الوقت كي يجي وراقين وزبينين هاكا تجيهم معك الخريجة ولا لديك شئ دياف ولا لديك شئ دياف ولا لديك شئ ناس لقوتي توجي ديهم هاكا تنوعي بهم في الطبيلة ديالك هنال البنات قسمت معاكم هاد البريوش كي يجي خفيف كي يجي مقطن محلقطن وذيك العمارة مالها تجيب بنينة كانت منها ان شاء الله تجربوا وقعنت هاكا هذه الخريجة ديالنا صراحة ازترائعة اخذينا هاكا يا عاصر اديتها ك هاكا طيرموسة ديال اهتاي ودينا الكيك صراحة دوزنا وقيتها اللي زوينة وفوجه الوليدات لا تخيلوا ش حال فرحوا بها هادي الكيكة البنات كي تجي رائع جربوها ان شاء الله سيتعجبكم وصاحبتي حتى هي البنات دارت لنا كيكة بالكريمة ديال الشوكولات ودارت لنا هاد البسوسة صغارين حتى وما جاءوا رائعين والبريوش اللي دارت لهم انا مالحة وجلديد ويمكنت هادي الخريجة ديالنا قلصتنا في الطبيعة درنا القوتي ولعبو الوليدات وعدى رجعنا نتمنى من الله يعجبكم هادي الفيديو يدير فيكم الحامس وديروا حتى انتم بحلال الخريجة هادي ويعجبوكم الوصفات اللي شاركنا معاكم فيه وهنا البنات قلت داروري من ورقكم الكيكة كيفاش كتجي معلكا من الداخل وذيك الكريمة اللي كنديرو فيه شحال كتجي بنينة وكتوتا مع الماضاق ديال الفريز مويمنا نقطع معكم مورثو عيباش كتشوفوها من الداخل شحال كتجي خفيفة وزوينة شوفو غيش جناب ديال الكيكة كتجي معلكا ديال معالقة ديال الفريز مع ديال الفريز يعطيها واحد تعليكا واحد الماضاق انتم ما شوفو انا كنقطع لكم من الجنب اي باش كتشوفو الكيك كيفاش كتشوفو عدد كيكة البنات اقتصادي غير بجوشة البيضات ساهل وكيجي رائع ومعلك وهتصوص هادي داروري ما تجربوها البنات كتجي بحلشي كريمة تقيلة بحلشي كريمة باتيسير بحلشي كريمة اللي رائعة كنتمنى من الله يعجبكم هاد الفيديو واتجربو هاد الوصفات هنا غيسالي الفيديو ديالي معاكم غنقول لكم سلام عليكم خليت اشتركوا في القناة